السلام عليكم رمضان خلاص على الابواف كل سنة وانتم طيبين ومن اهم تحضيرات رمضان وتفريزات الكوبيبة او الكبة هنعملها النهاردة بطريقة اقتصادية جدا ومن غير لحمة ومن غير مكانة ولا مفرومة ولا حتى كبة ولا اي حاجة طريقة سهلة جدا وحنحشيها بحشوتين محتلفين احلى من بعض وحقول لكم كمان على طريقة التفريز والتخزين تقعد معاكي دي شهور وحقول لك ازاي تطلع معاكي نجحة ومقرمشة ولزيزة ومتفتحش منك ويها بتتقلي بس قبل المبدأ انا اسمي ايمان لو اول مرة تشوفوني اشتركوا في القناة وشيروا لايك لو الوصفة عجبتكم ويلا نبدأ على طول اول حاجة هحضر طبق عميق وحط فيه كبايتين من البرغل الناعم ممكن تستخدمه الفاتح او الغامق زي ما تحبه وهحط عليهم كبايتين من المياه المغلية يعني لسه بتغلي حالا كده على طول هنزلها عليهم هقلبها كويس جدا عشان اضمن ان البرغل كله جاء عليه المياه وهغطيه واسبها لمدة ساعة 60 دقيقة كاملة مش هقلب من كده وفي الوقت ده حصلق بطاطتين صغيرين او واحدة كبيرة اشرتها وحطت عليها مياه سخنة من غير ملح ومن غير اي اضافات وحصلقها تماما يعني لازم تتسلق كويس جدا وعشان نعمل الحشوة معاية طاصة على النار فيها معلقة سمنة او زيت وهحط عليها بصلايا كبيرة من مفرومة ناعم مبشورة يعني او بصلتين صغيرين وهشوح البصلة لحد ما لونها يبتأ يصفر هضيف عليها اللحمة انا مش هضيف لحمة كتير هي كباية لحمة واحدة تحدود 200 جرام ولو مش حابين تضيفوا الحوم خالص وعايزينها تبقى اقتصادية اكتر ممكن نستغنى عن الحشوة دي كلها ونعمل بس حشوة جبنة موتاريل تبقى حلوة جدا وضعمها لذيب بعد ما نزلت اللحمة كده ولونها تغير ضيفت عليها بقى البهارات نص معلقة صغيرة ملح ربع معلقة صغيرة فلفل ورشة صغيرة جدا من القرفة وهقلبهم مع بعض كده على النهار لحد ما اللحمة تشرب كل السوال اللي فيها وتستوى بالشكل ده هنقلها في طبق خارجي علشان تبرد قبل ما نضيفها على الكوبيب كده خلاص الحشوة معايا جاهزة نيجي بقى للبرغل بعد تعالي الساعة هتلاقوه كده انتفخ وشرب المياه وما فيش أثر للمياه خالص لو لقتيه نجف قوي ممكن تديش عليه معلقة واثنين مياه سخنة وانتي بتعجيل اما حاجة بقى علشان احنا مش هنستخدم اي مكينة او مظرمة نازم نعجله كويس كده على ثلاث مرات ازاي اول مرة هاعجن البرغل اه الواحده كده من غير اي اضافات عشان بس البرغل ينعم شوية كده ويتدخل في بعض وبعد كده ضفت عليها البطاطس المسلوقة اللازم تكون مسلوقة كويس كده ولو حابين تدرسوها برا علشان تبقى اضمن بالنسبة لكو اعملوا كده علشان ما تعملش حذر او حاجة وانتو بتعجيل واعجن كويس كده ولو محتاجة معلقة او اتنين مياه ممكن نظيف بس كده اخر حاجة هضيفها عليها بقى هي البهارات معي نص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة كمون ومعلقة صغيرة كصبرة مفروم نعم ومعلقة صغيرة بصل بودرة ومعلقة ونص كبار من النشا لهو نشا الدرة وحابدأ عجن كويس كده بقى انا كده تقريبا بقى لي حوالي خمس دقيق بعجن علشان بس اكون متأكدة انها نعمل تماما ما فياش اي تخريزة بس كده حنشتغل بقى بيها على طول المهم انها تكون متغطية وحنا بنشتغل علشان ما تنشفش او تجف واحضر جنبي حشوة اللحمة ومتزرلة وكمان معايا طبق فيه مية بقبلة ايدي بالمية واخد كده وبعدين بقبلة صباعي بالمية واعمل فيها تجويف عشان احط فيه الحشوة اخد بنا انها متتقطنش وصباعي ما يوصلش لنحية التانية انا بعمل بس تجويف عشان الحشوة بالشكل ده كده تمام هحط بقى الحشوة بتاعتي يمكن نحط لحمة او جبنة وممكن تعملوا الاتنين مع بعض لو حبي مش هنملأ الحشوة على الاخر عشان لما نقفلها الحشوة متخرجش برا وفي الاخر بقبلة صباعي بالمية واقفلها بايدي كده بالراحة من الناحيتين عشان ناخد الشكل التقريدي للاكوبيبة المهم بقى وإحنا بنعملها تجويف كده مدرقاش قوي علشان ما تتفتحش مننا وتتقطع وإحنا بنقيديها واحنا بنحط الحشوة مش بنوصل للاخر خالص علشان نعرف نقفلها والحشوة متخرجش منها وبرده بقبلة الاتراف بالمية عشان تقفل بسهولة وبضمها على بعض بالشكل ده واحدة في التانية كده حتلاقي ايدك خدت عليها وباقيتي استاذة فيها وبتعمليها بالشكل والحجم المزبوط لو عايزين كلها حجم واحد بناخدها من الاول لعملها كور بمعلقة معيارية علشان يبقوا كلهم قد بعض دي انا حشيتها جبنة لو حابين تميزوا شكلها تعملوها من ناحية واحدة بس او تحطوها في طبق تانية علشان تبقوا عارفين الجبنة من اللحم لو حابة تعمليها بايدك كده من غير جوانتي حتتطري بس كل شوية انك تخسلي ايدك او تبقي لها بالمية لانها بتلزل بس الجوانتي حيساعد ويساهل معاك اكتر بصوا بقى هو ده السمك اللي بقول لكم عليه لا يدخينة قوي ولا رفيعة قوي كده الحجم ده مزبوط وزيادات باشيلها باشيل من تحت كده يعني انا بضغط بايدي كده من تحت على فوق باشيل الزيادة وبتاخد الشكل ده والنحية التانية برضو هعملها بنفس الطريقة ولو في زيادة بنشيلها طب لو نفترض ان احنا بعد ما شكلناها كده لقينا فيها قطعة صغيرة او شق من الجنب كده وخايفين نتفتح من الان هنعمل ايه هناخد حتة من عجينة الكوبيبة ونحطها عليها ونبلي صبعنا بالمية ونحاول نسويها لحد ما تبقى شكلها طبيعي بالشكل ده خلصت الكمية كلها تعالوا بقى اقول لكم على طريقة التخزين وطريقة الالي المزبوطة اول حاجة للتخزين بجيب علاب وحط فيها اكياس تلاجة وابدأ اروسها بشكل متباعد يعني متكونش لازقا في بعض ومتكونش فوق بعض لحد بس ما تتجمد لو عايزين تختصروا بعد كده الكمية وتحطوهم في كيس جنب بعض او فوق بعض وهي متجمدة ممكن لكنه هي كده لا شو طبعا نحطها فعيلة بمحكمة الغلق وندخالها على طول على الفريزر كمية دي اللي هي كوبايتين من البرغل عملولي حوالي 25 واحدة من الكوبابة تعالوا بقى اقولكم الطريقة الالي المزبوطة اللي هي ما تفتحش معانا وتبقى ناجحة من اول ما الحاجة ما ينفعش نقلي الكوبابة كده على طول لازم تبقى متجمدة في الفريزر على اقل ست ساعات ونطلعها من الفريزر على الزيت على طول ما نسيبهاش حتى تفك بره ثاني حاجة الزيت يكون غزير وسخن ثالث حاجة نحنا لما نحط الكوبابة في الزيت ما نقلبهاش لمدة دقيقة لحد ما هي تتحرك من مكانها يعني لو حدثتوا انها لازقة كده متحاولوش تفكوها من الزيت علشان ما تفتحش منكو لو مشتوا على الخطوات دي مظبوط هتطلع معاكو بالجمال والحلاوة دي مقرمشة جدا وخفيفة وهشة ورحتها وطعمها حلوين جدا والقرمشة خطيرة واللي محشية جبنا كمان خطيرة جدا يعني مش ضروري لحمة خالص ممكن نعمل حاجات حلوة قوي بدون لحوم جربوها وقلولي رأيكم في التعليقات يارب الوصفة تكون عجبتكم وبالفة هانا وشوفة اشتركوا في القناة